أمريكا تجتمع بالمعارضة السورية لتنفيذ إجراءات ومناقشة قرارات غير متوقعة من شأنها استفزاز النظام السوري والرئيس بشار الأساد فما الذي حدث وهل تعلق الحكومة السورية؟ موقع تلفزيون سوريا أشر إلى أن الحكومة السورية المؤقتة عقدت اجتماعاً مع دبلوماسيين من وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة عدة أمور من بينها تطورات الأوضاع في شمالية سوريا والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المؤقتة لتنظيم الجيش الوطني السوري والالتزام بالقانون الدولي الإنسانية كما شهد الاجتماع مناقشة الحال السياسي للقضية السورية مع صاراد الواقع السياسي الحالي وجاء في بيان الحكومة المؤقتة أن الاجتماع شهد مناقشة هامة حول الوضع السوري على الصعاد السياسي والاقتصادي والخدمية وواقع المناطق المحررة كما تطرق الحوار إلى خطوات الحكومة السورية المؤقتة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها ومن ناحية الولايات المتحدة فنشر حساب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا أن مدير المنصة الأقليمية في سوريا ناقش مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة أهمية احترام حقوق الإنسان وقانون الاشتباكات بالعتاد والمساءلة وذلك لحفظ السلام والاستقرار لجميع السوريين